اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة تشهد تطورا مستمرا على الدوام في ظل تاريخ حافل بالشراكات الناجحة والاتفاقيات المتبادلة على مختلف الأصعدة سموه نوها بمستويات التعاون الاقتصادي والاستثمارية المتنامية بين البلدين الصديقين وأهمية الدفع بها نحو أفاق أكثر شمولا بما يصب في تحقيق الأهداف المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الاكذبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة معالي السيد جريغ هانز وزير الدولة للسياسة التجارية بوزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة حيث رحب سموه بمعاليه والوفد المرافق مشيرا إلى ما وصلت إليه أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من مستويات متميزة في مختلف المجالات وما تشهده من تقدم متواصل لافتا سموه إلى أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة ومواصلة تنميتها بما يفتح أفاقا جديدة وفرصا واعدة للعمل المشترك ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين وأكد سموه الحرص على مواصلة ترسيخ الشراكات بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة بما يحقق المزيد من النماء والازدهار للبلدين الصديقين ويحقق التطلعات المشتركة وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره بين البلدين الصديقين كما تم مناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية